هنا الرب بيتكلم ورب العهد القديم ورب العهد الجديد ولكن لما بيتكلم عن المثل فبقول طلب ثمر وزرع شجرة شجرة تين ثلاثة سنين مفروض تجيب الثمر طبعا بحسب سفر اللويين انك تزرع ثمرة شجرة مثمرة اول لازم ثلاثة سنين السن الرابعة لازم تكون مثمرة فهي لم تكن مثمرة يعني ثلاثة سنين عقيمة السن الرابعة بتكون مثمرة ولكن بحسب شريعة اللويين ما توكلش من ثمرها بالسن الخامسة بلاويين الساعتاش بتبلش بتبتدي توكل من الثمر لانه عادة هاي البكورة اول سن الشجرة للرب وللغريب وللأرملة وللمحتاج ولكل هاي تقدم للرب ولكن واضح ان هاي ثلاثة سنين كاملة الشجرة عقيمة جدا فقال للكرام السيد بيحكي للكرام هو ده ثلاثة سنين اطلب ثمرا هذه التينة يعني لربما انه كان اكتر من المد المفروض انه وصلت الثلاثة سنين وان السن الرابعة لازم تكون تثمر فراحت كمان ثلاثة سنين يعني في هذه التينة ولم اجد اقطعها لماذا تبطل الارض ايضا قال له تركها هذه السنة اعطيها فرصة خلينا نستخدم الوسائة وسائة النعمة خلينا نسميها فقال حتى انقب حولها ينظف يزبط حولها واضع زبل يعني حط سماد يعني هون بيحكي عن عملية تنقية بالاول ينقل الارض من الحجارة من الشوق من الموانع وبعدين يحط السماد السماد اللي هي يعني غنية في المعادن حتى تقوي التربة انه تصنع ثمر وبعدين ان لم تصنع ثمر بعدين اقطعها هنا حبائي الرب اعطى فرصة الرب قال ان لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون هون بنشوف خطورة عدم الاثمار تخيل اليوم اللي بيقع في هاي المشكلة اغلب المسيحيين في العالم اغلب المسيحيين في العالم وهون بيسميها الكتاب مشكلة عويصة مشكلة خطيرة جدا 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 خطورة عدم الاثمار توقيت الرب احبائي احنا نطلب الرب مثل ما مكتوب اطلب الرب ما دام يوجد ادعوه وهو قريب ليترك الشرير طريقه وراجل الاثم افكاره ولياتب الى الرب فيرحمه وإلى الهنا لأنه يكثر الغفران فيه توقيت الهي عجلة الزمان لا ترجع الى الوراء السن اللي فشلت فيها هاي السنة 2023 سنة الـ 2024 اعمل تصميم اعمل قرار في حياتك وإلى رح يعني تواجه القطع والدينونة لسبب خطورة عدم الاثمار وهاي الوسائط فيه الشفيع اللي هو الكرام اللي بترمز ليسوع المسيح قال له اتركها اعطيها بس كمان فرصة خلينا امقي وخلينا اغزي هذه الشجرة ولعلها تأتي بثمر عالة شجرة التين ترمز الى امة اسرائيل ولكن احبائي منقرأ لما كان يسوع على جبل الزيتون برضو كان بينتظر ثمر من شجرة التين ولكن احبائي لم يكن عليها ثمر التوقيت كان توقيت مهم جدا كان داخل الى ارشليم كان لازم يطهر الهيكل من الباعة ومن السيارفة وهنا احبائي دينونة يعني بكل معنى الكلمة والظاهر انه لما تكلم عن هذا المثل السنة اللي بعديها يعني الصلب فالظاهر انه لم تثمر هذه التينة فكانت بس مجرد اوراق رياء كبرياء مظاهر عدم ايمان اشكال تدين اللي الرب عارف القلب من الجوة انه فاسد فكان لازم يطهر الهيكل وكان لازم يتكلم من جبل الزيتون على دينونة دينونة اورشليم اللي بعد اربعين سنة تمت نبوة المسيح بالتفصيل الدقيق اورشليم هدمت الاصوار هدمت الهيكل هدم واحترق لم يبقى حجر على حجر حتى القناطر اللي عليها يعني الذهب احرقوها وقشروا الذهب منها لتتم نبوة المسيح في انا لله في صبر للرب في رحمة عند الرب واضح انه هي عم بتعطل الارض وعم مش بس انه اخدت مكان ممكن ينزرع شيء تاني مثمر يعني عم بتبطل الارض ولكن برضو بتشوف انات الله صبر الله محبة الله رحمة الله نسمع صوت القضاء صوت العدل الالهي اقطعوها ثم نسمع صوت الرحمة الالهية اتركوها ارحموها الشجرة المثمرة احبا هي رمز للحيام الصالحة هذه التينة استهلكت وقت وقت ضاع استهلكت عمل تلات سنين ضاع استهدئس يعني مكان كان ممكن ينزرع شيء تاني مكانها ضاع ولم تعطي اي ثمر فاحبائي من المنطق اذا لم تثبر خلال تلات سنوات وهي الفلاحين عنا بيعرفوها فلم تثمر ابدا لانها عقيمة اشتركوا في القناة